اشتركوا في القناة ورئيس مجلس النواب العراقي طالبا نقل تحياته الى شقيقه الرئيس عبداللطيف رشيد والسيد محمد شيع السوداني رئيس الوزراء ومؤكدا ما تتميز به العلاقات المصرية العراقية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف الاصعيدة الرسمية والشعبية خاصة في ظل قوة الدفع الحالية التي تشادع العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسؤولين بالبلدين سواء على المستوى الثنائي او من خلال الية التعاون الثلاثي مع مملكة الاردن الشقيقة من جانبه نقل السيد محمد الحلبوسي الى سيد رئيس التحيات شقيقه رئيس العراق ورئيس الوزراء مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربطها بمصر ومسامنا دورها في استعادة الاستقرار بالعراق ومساهمتها في ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيد الاقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي مع الاراب عن التطلع لموصلة تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني والاستفادة من الخبرات المصرية في التنمية وبناء مؤسسات الدولة اضف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز اطر العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات لسيما على المستوى البرلماني فضلا عن التشاور ازاء المستجدات على الساحة الاقليمية كما عقد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي والسيد محمود توفيق وزير الداخلية وسيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ولواء هشام امنى وزير التنمية المحلية ولواء اركان حرب السيد حرحور مستشار القائد العام للقوات المسلحة للمعلومات واللواء اركان حرب محرز عبدالوهاب القائم باعمال رئيس هيئة الاستغبارات العسكرية الاكتماع تناول متابعة البرامج القائمة والمستقبلية للدفع بجهود التنمية المجتمعية للمواطنين المصريين من ابناء سيناء وذلك في اطار الاستراتيجية القومية للتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقد اطلع السيد رئيس في هذا الاطار على ابرز محاور جهود التنمية المجتمعية للمواطنين في سيناء التي تتضمن تعزيز مبادرات الحماية الاجتماعية الى جانب توفير فرص العمل بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي القائم على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المجالات التي تمثل ميزة نسبية للمنطقة فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية اوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي واجه خلال الاجتماع بان تهدف جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تنمية سيناء الى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الاركان يشمل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بهدف دعم المجتمع السينوي على كافة الاصعيدة وذلك بالتكاتف والتنصيق بين مختلف الجهات المعنية في الدولة